رضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل يجوز الإشارة عند ذكرنا لصفات الله فنقول مثلا البصير ثم يشير الشخص إلى العينين أو السميع فيشير إلى الأذنين وهكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عند ذلك ولكن ليس هذا مستعملا عند العلماء فالإنسان لا يدخل بشيء يخشى عليه منه التشبيه نعم